انتشرت الأخبار الزائفة كالنار في الهشيم منذ اللحظات الأولى من وقوع الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة بالمملكة مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بملايين المنشورات حول الواقع نسبة كبيرة منها تغيب فيها المصداقية والشفافية في نقل الخبر هذه الأخبار الزائفة فهي خطيرة جداً لكي نشوف الناس بزاف اللي كيمشوا باقتجوا واحد الحاجة معندها حتى شي مصداقية وكيتم تستغلوا منصة تواصل الاجتماعي وكيتم تسويق لهذه الأخبار كذيبة لي عندها تأثير كبير في صفوف المواطنين ستخلق الهلاع والخلعاء وكيولي إنسان في واحد اكتئاب يعني تيكون مثلاً المشكلة كانت في الزلزال عدنا في المغرب يجابوا بعد دي فيديو لي ممشي في المغرب أصلاً انهيار بنايات بمدينة الدار البيضاء وصور لمنشآت مينائية متضررة وانقلاب سفون على الأرصفة كلها مشاهد مفبركة لوقائع سابقة ببلدان أخرى تم تداولها طيلة فترة الأسمى ونسبها لزلزال المغرب هذه الأخبار الزائفة تحكمها طوابط قانونية صارمة طبعاً لمشرع المغربين قضام الأخبار الزائفة في مجموعة من نصص لكن يبقى النص المباشر في هذا الموضوع هو المدة 72 من قانون الصحفة والنشر المشاريع قال كل من قامه بمعنى أنه يشمل الصحفي وغير الصحفي شريطة أن تكون هذه العناصر الأربعة متوفرة التي هي عنصر سؤنية أن تكون الواقع غير صحيحة وأن يكون هناك طبعاً علانية في الموضوع وأن يكون هناك بإنظام العام وإطارة الفزع بين الناس استغلال الأزمات في بث ونشر الأخبار الزائفة وممارسة الاحتيار الرقمي سلوكية تهدد السلامة العامة للمتدررين من الأزمة من جهة ثم المواطنات والمواطنين من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر